عرفنا في الجزء السابق أن التقرير الإعلامي هو فن يقع بين الخبر والتحقيق وممكن اعتباره خبر طويل لأنه يقدم المعارف والبيانات حول الأحداث المحيطة بالكاتب ويصف كذلك الزمان والمكان والأشخاص ومعلومات متعددة وظيفة التقرير الإعلامي الأساسية هي تقديم المعلومات والبيانات الجديدة عن حدث أو واقعة لا يستطيع الخبر القصير تضمينها يعني على سبيل المثال أخذنا نحن في خبر سابق كنموذج عن المؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا أشار الخبر إلى انخفاضه نستطيع أن نعد تقرير نبحث حيثيات هذا الانخفاض أو نبحث معلومات إضافية أو تاريخية هل حدث هذا الشيء سابقا ومدى ارتباطه التاريخي بالحاضر أو نبحث في تقرير عن رأي المستهلكين في ذلك أو نبحث في تقرير عن ارتباط التضخم عادة بالأسعار هناك أفكار كثيرة للتقرير التي ممكن أن تنبثق من خبر معين قد يأتي التقرير كشارح للخبر بما أن الخبر قصير فالتقرير يقدم معلومات تفصيلية أو ربما يأتي التقرير كالتقاط لزاوية أو مكان أو شخصية معينة يتناولها بشكل تفصيلي ويعرض خلفياتها للمتابعين والجمهور من الضروري أن لا نخلط بين التقرير والفنون الكتابية الإعلامية الأخرى يعني التقرير يختلف طبعا عن الخبر مثل ما ذكرنا ويمكن اختصار هذا الاختلاف في كون الخبر هو ناقل للحدث الخبر ينقل الحدث لكن التقرير يستطلع ويفسر الحدث أو الموضوع من وجهة نظر كاتبة أو معد التقرير أما التحقيق فما كما ذكرنا هو يبحث عن سؤال لماذا ويستطلع الحدث أو الموضوع بشكل موسع وكبير ويعرض آراء مختلفة ما بين هؤلاء مع وهؤلاء ضد ولماذا التقرير لا يفصل بهذه الطريقة التي يقدمها التحقيق يعني عادة أن التحقيق يكون مساحته أوسع وقته أطول والأشخاص المشاركين فيه أكثر والمعلومات أكثر بينما التقرير هو وجبة خفيفة من المعلومات المتعلقة بحادثة أو خبر أو شخصية أو مكان وأعتقد أن الفرق بين التقرير والمقابلة واضح لأن المقابلة أو الحوار هي انطباع ذاتي لأحد الأشخاص لا علاقة للمحرر ولا للمعلومات ولا البيانات فيه المقابلة هي عبارة عن آراء وانطباعات لشخص آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى